اشتركوا في القناة ومشروعها السكني الثاني في مراسل بحرين وهو مراسي شورز ريزيدنس ويتألف مشروع مراسي شورز ريزيدنس من مجموعة محدودة من الشقق الفاخرة المطلة على الوجهة البحرية ويضم المشروع 289 وحدة سكنية من استوديوهات وشقق فخمة إضافة إلى شقق البنت هاوس المتربعة فوق 11 طابقا وقد توقع العضو المنتدب لشركة إيجلهلز البحرين الدكتور ماهر الشاعر أن يتم الانتهاء من أعمال بناء مراسي شورز ريزيدنس بحلول الربع الثالث من العام 2019 مع بدء المقاول الرئيسي لشركة داداباي للمقاولات بالأعمال الإنشائية مؤكدا أن المشروع قد شهد إقبالا كبيرا من المشترين المشروع يتضمن 289 شقة طبعا هذه تم طرح المشروع للبيع في بداية عام 2017 والحمد لله تم بيع أكثر من 50% من المشروع طبعا هذه من ضمن مشاريع مراسي البحرين وتم ترسية مشاريع أخرى أو كل المشاريع التي تم طرحها في السوق تم ترسياتها للمقاولين والعمل الجاري في مشروع مراسي غالرية اللي هو المجمع التجاري والمشروع الأدرس وفيدا ومراسي ريزيدنس والآن نترككم مع سعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية موسيقى نواصل النشرة ومشاهدين مع أداء البورصات الخليجية لهذا اليوم ونبدأ بالسوق المالية السعودية والتي أغلقت عند مستوى 7124 نقطة بنخفاض بلغت نسبته 0.33% أما بالنسبة لبورصة الكويت فقد أغلقت عند مستوى 6859 نقطة كما هو موضح على الشاشة بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.19% وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4480 نقطة بنخفاض بلغت نسبته 0.45% ونأتي أخيرا لأداء بورصة البحرين حيث أقفل المؤشر العام عند مستوى 1319 نقطة بنخفاض طفيف بلغت نسبته 0.28% وقد تداول المستثمرون في بورصة البحرين أكثر من ثلاثة ملايين سه بقيمة إجمالية قدرها 769 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 66 صفقة حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع البنوك التجارية والذي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 432 ألف دينار أيما نسبته 56% من القيمة الإجمالية للتداول في خبر آخر بلغ عدد المصانع تحت الإنشاء في السعودية 816 مصنعا برؤوس أموال 21.76 مليار ريال وبقوة عاملة قوامها 65816 عمل وقالت صحيفة الاقتصادية السعودية إن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إن صناعة المعادن المشكلة تصدرت تلك المصانع ب212 مصنعا تلتها المعادن اللافلزية الأخرى ب130 مصنعا وصناعة منتجات المطاط واللداء ب128 مصنعا في حين حلت مصانع المنتجات الغذائية في المرتبة الرابعة ب59 مصنعا وصناعة المنتجات والمواد الكيميائية ب55 مصنعا وإلى تداعيات مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب على الاقتصاد القطري الذي يواجه تحديات كبيرة غير مسبوقة حيث أكدت وكالة بلومبرغ خروج نحو نصف المستثمرين التقليديين من الدوحة بالإضافة إلى أثر ذلك على تراجع الودائع في البنوك القطرية منذ بداية شهر يونيو الماضي والاقتصاد القطري يمشي مسرعا إلى الوراء في ظل أزمة لم يستعد لها بشكل يضمن صموده لمدة أطول فبعد الأزمة القطرية توالت الخسائر على الاقتصاد القطري من كل حد وصوب فالبنوك القطرية تعاني مصاعب عدة بعدما تراجعت ودائعها جراء قطع نصف المستثمرين التقليديين علاقاتهم مع قطر وذلك بحسب ما أكدت وكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية ولكن يبدو أن قطر لا تعي حالة الهلع في البنوك عند خروج كبار مستثمرها وفي محاولة لتدارك الموقف وعدم الانهيار التام اتجهت بنوك قطرية مثل بنك قطر الوطني وبنك قطر التجاري وبنك الدوحة إلى إعادة النظر في خيارات مثل القروض والتمويل المباشر وسندات الدولار ولكن المشكلة الأهم أمام بنوك قطر في الوقت الحالي هي خروج الودائع ففي حال لم تنفرج الأزمة ستكون الحكومة مضطرة إلى تقديم مزيد من الدعم وهو ما سيؤدي إلى مزيد من التراجع لجودة الأصول التابعة للبنوك وبما أن الودائع تتراجع في بنوك قطر في ظل ارتفاع نسبة القروض سيكون على المصارف أن تدفع تأمينات مخاطر مرتفعة جدا وهذا ما سيؤدي إلى التآكل في أهم مقومات المصارف وإذا حاولت الحكومة أن تبين مقدارا من الذكاء الاقتصادي برفع سقف الدين لخمسة أعوام بالدولار فإن الأسواق لن تقنع بأقل من 3.5% إلى 3.75% وهو معدل مرتفع في وقت حارج أمام الدوحة كيف لا؟ والودائع الأجنبية لدى البنوك القطرية تشكل 22% من إجمال الودائع التي هبطت بنسبة 7.5% إلى 47 مليار دولار في شهر يونيو مقارنة بشهر مايو وكانت مؤسسة موديز للتصنيف الاعتماني قد خفضت تقييمها للنظام المصرفي في قطر من مستقر إلى سلبي وأسند التصنيف إلى الضغوط المتزايدة التي تواجهها المؤسسات المالية منذ قرار مقاطعتها من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بسبب دعمها للجماعات الإرهابية وتقويض الأمن في الوطن العربي ونبه تقييم موديز إلى القدرة الضعيفة لحكومة قطر على مساعدة البنوك ورجح تقرير بلومبرغ تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر إلى 2.4% خلال العام الجاري موسيقى 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 موسيقى